السلام اخوتي اخوتيتي كديري السلام عليكم همينا بحلوية امري محلي اليوم احضرت كيكا معلقه مقرمشا انتصبية جدا اضافة حشوة كيكا اضافة جدا نحن احتاج الكيكا هناك ثلاثة بيضة ثلاثة بيضة ثلاثة بيضة ثلاثة بيضة نضيف 1.5 كاس ساندة نضيف للمون نضيف للمون نضيف للمون نضيف للمون نضيف للمون نضيف 4 كاس الزيت نضيف 4 كاس الزيت نضيف 5 كاس الزيت نضيف 4 كاس الزيت نضيف 3 كاس الزيت اشجر بحلقة الطحين بحلقة الطحين نضيف كيسات الطحين ثم أكياس الخميرة نطلع 8 قرام نضيف حلقة الطحين نضيفها بالطحين نستطيع تحلق الحلوة نستطيع التحلق نمت بحلقة الكثير من خمارات نستطيع تحلق حلقة نستطيع تحلق الماء تحلق المائك بشكل كسان أخير الزفاف الملخية نضع الملخية لنظر الوصف نريد الفران الزفاف الملخية لنزل الملخية تصوير في الملخية الزفاف الملخية اضع الكرامي للحساب اضع الكوك اضع الكوك اضع الكوك اضع الكوك اضع الكوك سiau مائة اضع الكوك اضع الكوك خلاص يكون سخون يجب على طريق الكراميل سوى طريقة البنطة يجب عليك الحمرة حتى تحمل روحا يجب عليك سخون لن تخشيف الفران تضيف تحت كراميل بعد تخلط الكوك تاوى سوف نجيب ثلاثة معلقة لبناط حليب سوف نكتب في صندوق الوصف سوف نرى الحليب فى حليب سوف نمسخها ثلاثة معلقة حليب سوف يكون سخين سوف نجمع وضع السكر مرحبا على مقرسة الكوك و الكراميل لم تتزول الكوك و الكوك و الكراميل يجب ان يأتي الكوك و الكراميل لن تخلق الكوك و الكراميل ست揉حه تشده بحلقة عفل ويسرح وبك حكيه صخونة باقي السخول السخول باقي الكراميل السخول فقد تستمر حلقة وقد اشعر علىها بشكل على الفران فقد تبدأ تباليك و هاكوه اللقاء قد تباليك و هاكوه لا تطبيخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة